أجرى المعهد الوطني للأنكولوجيا وتابع للمركز الاستشفائي الجامعي بن سينا بالرباط أجرى بنجاح أول عملية زراعة كبد من متبرع حي لصالح والدته التي كانت تعاني من تلاف كبدي في مرحلة متقدمة أنا ما كنتش أنا فوت أمر الله وتنقول واش نود من العملية ولا ما نود ولكن الحمد لله مني أنت شعرت بواحد الشعور يعني ما غاديش نقدر نوصفولك وولدي هو اللي تبرع لي يا مسكين وبحالة تقولي بإذن الله خلقني من جديد العمليات دست بنجاح وهي أنتشتوها لسيدايا معنا نتبع لناس المختصين في هاتشي لكي أعطوهم على التراتمون من السيبرسور وكي تبعهم وكي ندللهم دي بيلان ريجوليارما دي فيهم سكانير فيهم بيلان بيولوجي ويعتبر هذا التدخل ثمرة شهور طويلة من التحضير بمساعدة فريق طبي فرنسي من مستشفى بول بغوس تم خلالها إجراء فحوصات منتظمة وتقارير صحية وحسابية وتنظيم اجتماعات بين مختلف المتخصصين الحمد لله تمت العملية بنجاح والعملية طلبت فريق الطبي والشبه الطبي يمروا حتى 12 ساعة في قاعة العمليات هذا ويكشف هذا العمل المتميز التقدم العلمي المسجل في مجال الطب في المغرب وخاصة في مجال التقنيات الجراحية والخبرة بعد تزايد عدد عمليات نقل الأعضاء وزرعها في المستشفيات المغربية